السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله واخواني وتابعيني قناة نباتات زينة واليوم ان شاء الله فيديو راح يكون عن اكثر نبات مسبب ازمة لمحبي نباتات زينة للأسف النبات جميل ولكن حساس جدا ولو ما كان عندك ارض دائمة لازيراعة هذا النبات فما انصحك انك تشتريه لانه في الغالب راح يموت عندك يحتاج انك تكون خبير 100% لحتى يستمر لكن في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلم عن طريقة الاكثار وطريقة الرعاية هذا الفيديو تم تصويره على مدار 155 يوم تابعوا معنا ان شاء الله راح تكون فيه فائدة للجميع بداية اخواني العقل طبعا فيه ناس تقولك انه لازم تكون عقل خشبية في الخريف وعقل طرية في هذا الفيديو راح اقوم باكثار العقلتين العقلة الطرفية الخضراء والعقلة الوسطية الخشبية والاثنين هم تم التجدير في فصل الخريف طبعا اتمنى ملاحظين قم بازات الاوراق السفلية العقلة الخشبية قمت بازات الاوراق بالكامل العقلة الخضراء تركت فيها ورقتين في قمة العقلة طبعا دائما التربة المستخدمة عندي بيتموس كوكوبيت وبرلايت الافضل انها تكون هاي التربة لانه النبات يحتاج تربة خفيفة ما يتحمل التربة الطينية اللي تحتفظه بفترات طويلة بعد ما انتهي اخواني نقوم بدغطية العقل مهم جدا ويحتاج وقت للتجدير يعني النبات مانو سريع مثل باقي النباتات اللي تكلمنا عنها في القناة بعد عشر ايام مثل ملاحظين بدأت الاوراق تظهر لكن في الغالب دائما العقل لما نغرسها يكون فيها يعني مغذيات او بقايا من السائل العصارة المغذية تكون موجودة فتنتج الاوراق قبل انتاج الجذور لذلك مهم جدا انه نترك العقل مغطية حتى نتأكد من انه الجذور نمت 100% مجرد انه نحافظ على ترطيب التربة كلما لاحظنا انه في جفاف بالتربة نقوم بري بسيط ثم لاحظين اخواني طبعا انا العقل قمت بغرس ثلاث عقل واحدة منهم فشلت يعني ما انتج الجذور وهذا شي طبيعي نحن لذلك دائما نركز على انه نستخدم اكثر من عقلة في التجدير حتى ما يضيع الوقت على عقلة واحدة ونخسرها بعد مرور 45 يوم على غرس العقل لاحظت انه بدأت الجذور تظهر معانه مفتحات التصريف طبعا هنا نبدأ بتعريض العقل للهواء بشكل بسيط يعني نفتح منفس للتهوية وبعد اسبوع لعشر ايام نقوم بازات الغطاء بالكامل ما نرفع الغطاء لاي نبات بشكل مباشر لانه ممكن يتعرض لصدمة ويموت النبات ثم لاحظين اخواني الجذور ظهرت من فتحات التصريف طبعا لحد الان بدون استخدام سماد ولا اي شي مجرد فقط ري عن جفاف التربة طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الفيديو انا ما انصح لا يكون شخص يعني عنده خبرة مية بالمية في التعاون مع النباتات لو كان فيه اصيص او لو كان في الارض الدائمة راح يتحمل معاك ويكون بشكل افضل هاي نتيجة اخواني مثل ملاحظين امامنا طبعا الاوراق هي من ركز عليها كثير لانه في الغالب راح تتساقط في بعض النباتات الاوراق اللي تظهر اثناء التجذير تستمر معانا في بعض النباتات الاوراق هاي مجرد ما نعرضها للهواء راح تموت وتظهر معانا اوراق جديدة لذلك في حالة مسك الليل انا من خلال التجذير عنه الاوراق اللي تظهر كلها تنتجاهلها لانها راح تسقط بعد فترة طبعا التجذير يكون في مكان اضاءة غير مباشرة ودرجات حرارة معتدلة دائما نركز على هذه النقطة في اي تجذية نقوم فيه ثم اللحظين اخوان البراعم بدأت تظهر معانا طبعا الان بامكانك تبدأ بالتسميد ما انه نحن تأكدنا ان الجذير ظهرت النبات محب للتربة الخصبة لذلك لازم نركز على التسميد بشكل جيد سماد متوازن مرة كل شهر وبالاخص من بداية فصل الربيع لنهاية فصل الصيف لانه هاي فترة النمو النشط فترة تزهير النبات ففي هاي الفترة لازم يكون ركزين على التسميد ثم اللحظين اخوان نتيجة امامنا النباتات يعني البراعم الجديدة بدأت تظهر بشكل جيد قم بازات الاوراق القديمة هاي اللي كانت اثناء مرحلة التجذير نزيلها بالكامل ونسمد وبعدها راح نشوف معاكم تطور النبات طبعا الان انا قمت باول تسميد اه سماد متوازن اه الافضل انه يكون معاك ايضا هيومك اسيت تقوم بالرأي كل ثلاث شهور حتى يحافظ على خصوب تلتربة عندك طبعا النباتات انا بهذا الحجم اه الجذور اصبحت ايضا جاهزة راح قوم ان شاء الله بتحويلها لأصيص اكبر وبعدها نتابع معاكم الخطوات طبعا اكثر الناس يعانوا من موت هذا النبات مثل ما ذكرنا النبات لو ما كان عندك ارض دائمة فما راح ينفع معاك يستمر لفترة طويلة في العصيص اه لو في الارض الدائمة ممكن يتحمل شوي شمس مباشرة طبعا انا نتكلم عن دول اللي مناخها معتدل اه دول الخليج اكيد اه راح يكون التربية الصعبة لذلك يفضل انه يكون في ظل الاشجار اما مثل سوريا مصر الاردن اه دول المغرب العربي فممكن يتحمل الشمس الخارجية اه خلال فصل الصيف طبعا نتكلم عن درجة حرارة يعني تقريبا اربعين خمسة واربعين مئوية لكن في دول الخليج اقل شي راح تكون خمسين وخمسة وخمسين فما راح يتحمل هالنبات النبات يفضل يعني الحرارة المعتدلة الشمس المباشرة لحتى يعطيك كثافة ازهار ثم لاحظين اخواني بعد مرور مئو ستاشيوم من تاريخ زراعة العقل لحد ما وصلنا لهذه المرحلة طبعا الآن انا شايف النبات ما فيه كثافة لذلك دائما لما يكون عندك النبات ما فيه تفرعات كثير واللي هي راح يكون تركيز الازهار فيها قوم بقطع القمة لكل ساقة لحتى يزيد التفرعات بشكل اكبر الآن انا لاحظت النبات بدأت تظهر عليه اعراض نقص العناصر طبعا هذا الامر يدل على ان النبات راح يبدأ تسهير لذلك نقوم بالتسميد والافضل انه نركز على سماد عالي البوتاسيوم لو متوفر عندك قوم بالتسميد لو ما متوفر سماد متوازن راح يفي بالغرض لكن السماد عالي البوتاسيوم MBK 12-12-36 ممتاز جدا اثناء مرحلة التزهير للنباتات طبعا ايضا التسميد بالحديد مهم جدا للنباتات المزهرة لانه دائما النباتات تبدأ تستهلك هاي العناصر بشكل اكبر وبالاخص لو كانت في الاصص لانه التربة خلاص ما ظل فيها مغذيات فنحتاج انه بشكل دائم نركز على التغذية اليوم اخواني راح نقوم بالتسميد بسماد عالي البوتاسيوم راح نشوف معاكم النتيجة ان شاء الله بعد خمس ايام تقريبا من التسميد طبعا يفضل التربة ما تكون جافة بالكامل وايضا ما تكون مروية اثناء التسميد لحتى النبات يمتص الغذاء بشكل جيد هاي النتيجة اخواني بعد خمس ايام من التسميد بتتملخظين بدأت الازهار تظهر معنا النبات بصحة جيدة والامور جدا ممتازة طبعا النبات موجودة عندي في شمس مغربلة ظل خفيف يعني ما يعتبر ظل كثيف لذلك في كمية ازهار جيدة لو كان ظل قوي رح تكون كمية الازهار اقل طبعا هاي احتراق اطراف الاوراق ودلالة نقص البوتاسيوم انا ما صلي الا خمس ايام سمد هو امر طبيعي اصلا اي نبات يعطيك ازهار رح تظهر عليه نقص العناصر لو كان فيه اصيص يعني حتى لو اعطيته انت سماد رح يكون فيه ضعف بالعناصر الموجودة هاي النتيجة اخواني بعد مية وخمسة وخمسين يوم تقريبا عشر ايام من يوم التسميد طبعا لحتى تشوف الازهار لازم تراقب النبات في الليل لانه بالنهار ما تفتح الازهار بهذا نكونوا اصطلنا اخواني لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون محتوى عجبكم لكن في النهاية نصيحة اللي ما عنده خبرة كافية وما عنده ارض دائمة روح مع خيارات ثانية مثل الياسمين العراطلي او ياسمين بلدي او اي نبات مزهر ثاني وابتعد عن مسك الليل لانه صراحة متعب جدا ويحتاج يعني رعاية خاصة ولكن حبيت اني اقدم هذا الفيديو للناس اللي عندهم النبات وحبيني تعرفوا على طريقة رعايته